إلى جانب العشرات من المتحدثين المشاركين في المؤتمر التولي لعملية الفضاء في دبي يتحدث الخبير في وكالة ناسا بدري يونس في جلسة تؤكد على أهمية التعاون المتفاعل بين الدول لتحقيق التقدم في مجال استكشافات الفضاء ناسا والولايات المتحدة تروج لاستخدام الفضاء للأغرض السلمية هناك الكثير من الأشياء التي يمكن تعلمها والكثير من التكنولوجيا التي يمكن تطويرها لتستفيد منها البشرية يقول يونس إن هدف نشر التعاون بين الدول في مجال الفضاء قاد ناسا إلى مشاركة عشرين دولة في مشروع أرتيميس لاكتشاف القمر المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي يشجع على طرح الأفكار العلمية الجديدة وتوسيع آفاق الابتكار ما يسهم في دعم تقدم قطاع الفضاء خلال هذا المؤتمر أن أكثر من 560 ورقة عمل وورقة بح يتم عرضها من خلال ورش العمل المختلفة هناك مشاركة عالمية وكالات الفضاء العالمية كأوكاد فضاء الأمريكية ناسا وكأوكاد فضاء الأوروبية بالإضافة إلى شركات مختصة في تطوير الأقمار الصناعية والأنظمة الفضائية وأيضا إدارة العمليات الفضائية هناك أيضا مشاركة قوية من جامعات ومراكز بحثية عالمية وأيضا مشاركات محلية من جهاتنا المختلفة وتحاول الإمارات التي بدأت طموحها الفضائي في العقد الأول من القرن الحالي تحقيق المزيد من الخطوات بهذا المجال فالتعاون مع ناسا مؤخرا أسفر عن إرسال رائض الفضاء سلطان النيادي ليقضي ستة أشهر في المحطة الدولية ضمن طاقم كرو ستة كما تخطو الدولة الخليجية خطوات في مجال استكشاف المريخ والقمر حاليا نحن في دولة الإمارات عندنا أربع ربواد فضاء واحد منهم حاليا نعيش على محطة الفضاء الدولية وثلاثة واحد منهم أنا إن شاء الله وفي المستقبل عندنا نورة ومحمد اللي هم إن شاء الله حاليا يتدربون في مركز جونسون للفضاء في مهام مستقبلية شركات أمريكية متخصصة في الاتصالات الفضائية شاركت في المعرض المقام على هامش مؤتمر لتقديم أحدث الابتكارات للمنطقة تتخصص شركتنا بتجهيز المحطات الفضائية الأرضية كما لدينا عدد من الأقمار الصناعية التي نزيد عددها اتباعا لتستفيد منها وكالات الفضاء الأمريكية وكالات الفضاء بشركائنا وقد اهتمام الإمارات في مجال الفضاء إلى إحرازها المرتبة الحادية عشر عالميا في مجال الفضاء في حين وضعت الدولة استراتيجية للاستثمار في قطاع الفضاء أنفقت نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2020 خلال المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء تشارك الدول ذات الباعي الطويل في هذا المجال خبرتها مع الدول حديثة العهد في هذا المجال بما يحقق ويخدم الاستكشافات والمهمات المستقبلية بلال الفارس الحرة دبي